السلام عليكم. سيكون عاملين ايه? عايز اتكلم النهاردة في نقطة سريعة برضو جدا في الفيديو ده عن الستارتر كتسي. الفيبنج يا جماعة ما يمتعش ان احنا نمط فيه درجات. يعني لازم ناخده ستاب باي ستاب لان بيجي حد بيجينرس بلاقيه عايز يدور على وعايز تانك بيطلع في برودكشن قوي جدا وعايز بيقلت بمعنى اصح حد من اللي شافهم بيشربوا بالطريقة دي. ما ينفعش. لازم تاخدها واحدة واحدة ما ينفعش. انت لو بدأت بالمنظر ده هتكره وبعدين انت يعني بتختصر على نفسك مشوار لذيذ اصنا في حد ذاته في انك انت بتتعلم وبتطلع من لفل للتاني. فارجوكم بلاش الناس اللي بتحاول تبدي لاصحابها ان هما يبقوا ستارترز او تنصحوا من هما يدخلوا الفيبنج ان هما يبدأوا زيهم بالنفس المرحلة اللي هما شافوهم فيها. لا ما ينفعش لازم ياخدوها لازم تطلع واحدة واحدة. عشان تحب الفيبنج وعشان تستمتع بالمرحلة اللي هتقضيها في البداية وانت بتتعلم وبتدور على الحاجة اللي هتناسبك وهكذا. فارجوكم بلاش حدت ان احنا ندور على اللي زي مع صاحبنا او اللي زي اللي احنا عرفنا عن الفيبنج او لان هو اكيد عدى بالمراحل الاولانية دي بتاعت واحدة واحدة. لكن للأسف انت يعني حاولوا ما يبقاش التقليد اعمل. يبقى على اثاس. شكرا لكم وان شاء الله في فيديو تاني مرايب هنتكلم في برضو على حالة بديدة وعلى حالة سريعة. السلام عليكم.